اشتركوا في القناة نحن نقيف وقف صلبة في ان الاتفاق السلام يجب ان يلحق لان المكاسب جات منه ما خانت من الناس اخصى ما يتمنوه حصل في هذا الاتفاق الناس يقدروا من خلاله يواصلوا معيشتهم الطبيعية يكونوا ناس فاعلين في المجتمع السوداني وفي الدولة السودانية يتمتعوا بكل حقوق وكل واجباتهم نطلو منهم أو الدولة يأتي هذا فيما يتواصل خروج المظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم رفضا للاتفاق الإطاري وللمطالبة بالحكم المدني الكامل وكانت لجان المقاومة قد دعت إلى تلك التظاهرات وردد المحتجون شعارات تندد بالحكم العسكري وتطالب بالقصاص للقتل في المقابل أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين للحديث حول تطورات المشهد السياسي في السودان دعوني أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم سيد خالد عمر يوسفان ناطق باسم العملية السياسية في السودان ووزير شؤون مجلس الوزراء السودانية السابق سيد عمر رحيك على الجزيرة مباشر لدينا الكثير من الأسئلة للحقيقة لكن دعني أبدأ من من كانوا يخالفون فكرة الاتفاق الإطاري أو الرافضين له وعلى رأس هؤلاء السيد مينياركو منناوي وسيد جبريل إبراهيم هل استطعتم التواصل إلى تفاهمات معهما؟ هل سيوقعان قريبا على الاتفاق الإطاري أم لا؟ مساء الخير رستاذ أحمد مرحب بك مرحب بمشاهدي جزيرة الكرام وأبدأ بسؤالك لا زال التواصل مستمر مع حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان ومن أجل إزالة العوائق التي حالت دون وجودهم ضمن الاتفاق الإطاري ودون وجودهم ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية ونحن نأمل ونأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى توصل أطراف السودانية الجمعاء إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن يستعيد مسار التحول إلى المدنة الديمقراطية سيد مني والسيد جبريل هل لهم مطالب معينة الشرطة محددة للتوقيع على الاتفاق الإطاري؟ أحد كنت أستمع من بعضهم أنهم يريدون أن يوقعوا ككتلة ما يعرف بالكتلة الديمقراطية وليس فقط كحركتين مسلحتين هل هذا صحيح؟ كما هو معلومة الاتفاق الإطاري بني على التوقيع الفردي للمنظومات ليس هناك كتلة موقعة على الاتفاق الإطاري ويمكن تم اختيار هذه الطريقة للتوقيع لتجاوز العوائق المصنوعة بين الأطراف المختلفة حول تشكيل الكتل ومدى مشروعيتها وهي قضية استغرقت جهد كبير واستنزف طاقات كبيرة عوضا عنها ذهب الناس مباشرة للتوقيع على أساس فردي وعليه أعتقد أن هذه القضية ليست مسار تجاذب الآن دعنا نذهب إلى نقطة أخرى لعلكم الآن بعد مرور عدد ليس بالقليل من أسابيع على التوقيع للاتفاق الإطاري هل اتضحت الرؤية؟ هل نستطيع أن نقول الآن أنه من الممكن يكون في الوقت الفلاني هذا هو سيكون موعد التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي والبدء في تشكيل حكومة؟ يعني هل اتضحت الأمور في هذا السياق؟ بكل تأكيد التوقيع السياسي النهائي مرتبط بحل القضايا المتبقية نحن في المرحلة النهائية لدينا خمس قضايا القضية الأولى قضية تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو قضية العدالة الانتقالية قضية إصلاح الأمن العسكري قضية الشرق السودان وقضية اتفاق جبل سلام السودان هذه القضايا الآن مسار نقاش تم الفراغ من المؤتمر تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والآن الإعدادات تسير على قدم وساق لمناقشة بقية القضايا وأيضا تتواصل الجهود من أجل التواصل مع الأطراف غير الموقع المتفق عليها لتكون جزء من ما تبقى من عملية وعليه الوصول الاتفاق النهائي الرهين بهذه الأمور ولكن أؤكد لك أن هناك إرادة كبيرة لإنجاز ما تبقى في أسرع وقت ممكن لأننا نستشعر المعاناة التي يعيشها شعبنا اقتصاديا وآمنيا والتوقع الذي ينتظره الناس من أجل استعادة المسار المدني الديمقراطي ووجود حكومة مدنية تعالج الإشكاليات التي تثقي الكاهل شعبنا الآن سيد خالد أنت يعني ولعلك ركزت في النقطة الأخيرة على المعاناة الناس تعاني أنت أدرى مني بالتأكيد بهذا الأمر على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي وحتى مستوى الأمن وانتشار المخدرات إلى آخره وبالتالي الناس ليس لديها الكثير من الوقت ورفاهية الوقت فيما يخص وجود حكومة تستطيع يعني التعامل مع مثل هذه التحديات ودعني أسألك بشكل واضح وصريح متى سيكون هناك حكومة في السودان في أقرب وقت ممكن نحن نعمل من أجل معالجة ما تبقى من قضايا من أجل رفع هذه المعاناة نحن جزء من هذا الشعب نعيش هذه المعاناة في حياتنا اليومية وننظر بكل تأكيد إلى المسؤوليات الملقاة على عاتقنا من أجل أن نتقدم إلى العمل العام تكون هذه هي مسؤولته أن يسخر هذا العمل العام من أجل المصلحة العامة لذلك نعمل على معالجة ما تبقى من قضايا ونعمل ليلة نهار من أجل الإسراع الخطاء من أجل استعادة المسار المدن الديمقراطي وتكوين حكومة في أسرع وقت ممكن كان هناك حديث تلفزيوني على ما أعتقد بالأمس للسيد بور مناصر رئيس حزب الأمة القومي قال أن عودة حمدوك لرئاسة الحكومة متوقعة هل هذا صحيح؟ حتى الآن لا توجد أي نقاشات حول أسماء هذه هي الحقيقة نحن الآن مشغولين بالكامل بقضية القضايا العالقة حتى الآن لأن هذه القضايا هي التي ستحدد ما إذا كان مسار الانتقال سيكون مسارا ناجحا يعالج القضايا الرئيسية وهل تمت الاستفادة من دروس الماضي أم لا وهل هذا المسار سيقود إلى انتقال ديمقراطي حقيقي وإلى معالجة العزمات التي يمر بها السودان حقيقة وبالتالي معظم المجهود منصب الآن على معالجة القضايا لم يحدث أي نقاش في أي مستوى رسمي في وسط القوى المعنية بهذا الأمر حول أي أسماء وبكل تأكيد بمجرد ما يعني يأتي الوقت المناسب ستتداول هذه القوى في الأسماء المطروحة وتختار من يقود المرحلة الانتقالية إلى مسار المنشود إن شاء الله بالأمس كان معي سيد مبارك الفاضي الرئيس حزب الأمة وقال لي أن المكون العسكري يلاعب هكذا المكون المدني الذين وقعوا على الاتفاق لكن في النهاية لن يسلمهم أي سلطة ولن يكون تحت إمرتهم أو بالأمس تحديدا البرهان قال كلام جيد وسنترك السلطة للمدنيين وسنخرج من الحياة السياسية لكن قال كلام يحمل أكثر من معنى سأتلوه عليك قال في يوم من الأيام ستكون هذه القوات تحت القيادة المدنية للدولة عندما تتحقق الظروف المناسبة لذلك ونحن داعمون للتحاول الديمقراطي وعلى الخطوات التي تمت حتى الآن وسنحاول الإصلاح لتكون الطريق أو يكون الطريق الأمن الذي يقفز بالسودان إلى بر الأمان عندما تتحقق الظروف المناسبة لذلك هل يحمل معنى أن البرهان يقول أننا لن نسلم لمدنيين أثناء المرحلة الانتقالية وسننتظر مسألة الانتخابات هل يفهم منه هذا الأمر أم ماذا؟ الاتفاق الإطاري واضح في ما يلي قضية العلاقات المدنية العسكرية هو أحدد بوضوح مهمة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى هو أحدد بوضوح سلطات السلطة المدنية وحدد بوضوح السلطات المستوى السيادي وتبعية القوات المسلحة وحدد بوضوح فيما يلي مجلس الأمن والدفاع ورئاسه ومهام كله مؤسسة من هذه المؤسسات أيضا أمر الرقابة المدنية الكاملة على المؤسسة العسكرية هو أمر بكل تأكيد يتحقق تمامه وكماله بأتيان الحكومة المنتخبة هذا أمر طبيعي ولكن في خلال المرحلة الانتقالية الاتفاق الإطاري يوضع الأسس الصحيحة من أجل تعريف دور المؤسسة العسكرية ودور السلطة المدنية خلال مرحلة الانتقال وبعد المرحلة الانتقالية ولا أعتقد أن هذا الحديث يخالف ما تم الاتفاق عليه في داخل الاتفاق الإطاري جميل هذا كلام مهم وأنت تضع الآن نقاط على الحوف تقول أن الخضوع التام للمؤسسة العسكرية للسلطة المدنية لن يتأتى كاملا إلا بوجود حكومة منتخبة وليست حكومة انتقالية هكذا فهمت هل هذا صحيح؟ الخضوع الكامل هو عبارة عن عملية تدريجية هذا أمر طبيعي إذا كان السودان محكومة الآن بحكم عسكري وهذا الحكم العسكري يأتي كاستمرار لميراثة انقلابات عسكرية السودان أكثر دولة في العالم حدثت فيها انقلابات عسكرية أكثر من 17 انقلاب عسكري حكمت المؤسسة العسكرية السودان 53 عام من سنين الستقلال التي بلغت الآن 67 عام مؤسسة العسكرية التي حكمت 53 عام حينما تقر بأنه الآن يجب أن تخرج عن السياسة حينما تقر بأن الأصل في الأشياء هو سيطرة السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية حينما تقر على تدابير انتقالية بتضع سيطرة مدنية حقيقية على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال مرحلة الانتقال وصولا إلى السيطرة الكاملة عقب الانتخابات أنا أعتقد بأننا قد خطوات كبيرة إلى الأمام في معالجة قضية رئيسية واجهة السودان ولكن بكل تأكيد إذا كان في أي شخص يعتقد بأن قضية العلاقات المدنية والعسكرية ستحل يوم غد وتبلغ تمام ما يريده الناس في الأمثلة الديمقراطية الناصعة أنا أعتقد بأن هذا الأمر غير واقعي ويخالف طبايع الأشياء ولكن الاتفاق الإطاري وضع الأساس الصحيح لهذه العلاقة الملتبسة التي اتسم فيها التاريخ السوداني ووضع قدر معقول من الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية خلال مرحلة الانتقال وصول إلى تماما بإتيار الحكومة المنتخبة في نهاية الفترة الانتقالية ألسى يشارك المدنيون أثناء العملية الانتقالية فيما يعرف بإصلاح المؤسسة العسكرية وإدخال الدعم السريع داخل هذه المؤسسة أم أن الأمر مطروك كلية في هذه الفترة للعسكريين الأمر هذا أيضا منصوص عليه في الاتفاق الإطار الاتفاق الإطاري موقع بين مدنيين وبين العسكريين فيه اتفاق على أسس محددة فيما يلي قضية الإصلاح الأمن والعسكري الاتفاق الإطاري حدد أن من قضايا المرحلة الثانية قضية الإصلاح الأمن والعسكري والتي يجب مناقشته أيضا بين المدنيين والعسكريين للاتفاق على خطة شاملة ممرحلة للإصلاح تقود الوصول إلى إجيش مهني واحد وهذا أمر أيضا سيتم بين المدنيين والعسكريين هذا الإصلاح أيضا سينفذ عبر مؤسسات مثل مؤسسة مجلس الأمن والدفاع وهي مؤسسة مشتركة بين المدنيين والعسكريين ويقودها رئيس الوزراء وبالتالي قضية الإصلاح الأمن والعسكري هي قضية وطنية ولمصلحة الوطن وتخص المدنيين وتخص العسكريين بكل تأكيد في مرحلة التنفيذ هناك أدوار ستطلع بها المؤسسة العسكرية وهناك أدوار ستطلع بها المدنيين في إطار تكاملي وفق خطة متفق عليها بين المؤسسات المدنية والعسكرية من ضمن قضية المرحلة الانتقالية قضية شرق السودان البعض يقولون كيف ستتعاملون مع هذه القضية حتى تناقشونها في ورش عمل طالما أن الجزء الكبير من شرق السودان ومن قيادته يرفضون هذا الاتفاق الإطاري وعلى رأسهم الناظر تيريك فكيف ستتعاملون مع هذا الأمر نعتقد أن الحكم بأن الجزء الكبير والجزء الصغير هذا أمر غير دقيق الحقيقة أن مكونات كبيرة للغاية في شرق السودان أعربت عن تأييد للاتفاق الإطاري مكونات المدنية في شرق السودان غالبيتها أصدرت بيانات تأييد للاتفاق الإطاري وشاركت في الاتفاق الإطاري بطرق مختلفة آخرة ورشة العمل أو متورة لخارطة طريقة تجيد عملية التفكيك من 30 من يونيو حتى المكونات التقليدية يعني 17 من نظارات الإدارة الأهلية في شرق السودان البالغ عدد الثامن طاجر أصدرت بيانات مؤيدة للاتفاق الإطاري والتقط أطراف الاتفاق الإطاري وبالتالي الحديث عن أن الجزء الكبير والجزء الصغير هذا حديث غير دقيق ولكن نحن لا نستسخر أي جهة ولا نستقل بأي جهة ونكرمنا الاحترام لكل جهة تضع قضية شرق السودان نصب أعينا ولا تستخدم قضية شرق السودان بأجل خدمة أي أجندة أخرى تضير بالشرق أولا وبالتالي سنعمل بقدر الإمكان على أن يتم تناول قضية الشرق بصورة تشمل كل مكونات الشرق وتصل لحل نهائي لهذه القضية التي تهم جميع أهل السودان سيد خالد تعرض لتهميش تاريخي وهو يستحق إزالة هذا التهميش وعدم استخدامه إطلاقا لأجندة لا تموت لمعايش الناس ولأمنهم عفوا في المقاطعة سمحني على المقاطعة لكن ماذا أنتم فاعلون إذا نفذ الناظر تريكو من معه تهديدتهم بغلق شرق السودان كما حدث في نهاية عهدة حمدوك في رئاسة الوزراء أو حتى أعلن عن مسألة تقرير المصير ماذا أنتم فاعلون في هذه الحالة؟ أنا أعتقد بأن كما ذكرت لشرق السودان قضية حقيقية وهذه القضية تم استخدامه بصورة لا تمت لأجندة شرق السودان بصلة إغلاق الشرق قبل الإنقلاب تم لتمهيد طريق للإنقلاب ولم يخدم قضية الشرق بأي شيء والدليل على ذلك أن هذه القضية لم تتعرك بمقدار شبر عقب من 25 أكتوبر وحتى الآن وعليه أعتقد بأن لنا في الماضي أسوة حسنة ولا أعتقد بأن الواقع الآن هو الواقع قبل 25 أكتوبر حينما استخدمت هذه القضية بهذه الطريقة الآن هناك العملية سياسية تقر بأن الشرق السودان قضية تقر بأنه يجب إحقاق الحقوق تفتح الباب على مصرعيه لكل مكونات الشرق للانخراط في حوار جاد من أجل معالجة قضية الشرق ومن أجل المحافظة على المكتسبات والمستحقات التي تحققت لقضية الشرق عن طريق ما سبق من عمليات سياسية والبناء عليها وعليه لا يصير هناك أي سبب موضوعي يمت لجندة الشرق بصلة أو أي حجة موضوعية تمت لجندة الشرق بصلة لكي يحتاج أي محتاج على ذلك بأي طريقة كانت هل هناك وبشكل واضح وصريح هل هناك ما يعرف بمبادرة مصرية رسمية قدمت لكم في العملية السياسية أو في قوى الحرية وتغيير المجلس المركزي أم لا حينما التقى جانب المصري بقوى الحرية والتغيير بخيادة وزير المخابرات لواء عباس كامل هم لم يطرحوا مبادرة بالمعنى الفعلي لمبادرة هم قدموا دعوة لقوى الحرية والتغيير وقوى أخرى من أجل الاجتماع في القاهرة لحل المشكلة السودانية حسب ما تم طرحه في ذلك الاجتماع والرد كان في ذلك الاجتماع وعقب ذلك الاجتماع بأن الاتفاق الإطاري الآن يشكل الأساس الذي يجمع أكبر قدر ممكن من أطراف السودانية وأننا جميعا نعمل من أجل استصحاب أطراف أخرى لتوسيع قاعدة الشمول للاتفاق وأننا نرحب بالجاهد البصري في المساعدة على التواصل مع جميع الأطراف من أجل زيادة قاعدة الشمول للاتفاق الإطاري وإزالة العوائق بذلك الطريق ودعمه ودعم الانتخال القادم وأعتقد بأن هذا هو المسار الأسلم الذي تسلكه كل أو غالبية الأطراف السودانية الآن هو المتابعة للطريق في الاتفاق الإطاري هنا في الخرطوم والعمل والسعي من أجل التواصل مع القوة غير الموقعة من أجل أن تصل مع بقية الأطراف لاتفاق نهاية حتى نغلق هذا الملف لأنه يفتح كثيرا لا يوجد شيء اسم المبادرة المصرية مبادرة متكاملة لحل الأزمة في السودان لا يوجد شكل أو مسمى في هذا الإطار نعم هناك كما ذكرت دعوة لإجتماع في القاهرة والرد الذي تلقاه الأشقاء في مصر هو ترحيبنا بكل شكال الجهد والدعم المصري للاتفاق الإطاري وللمساعدة على حث جميع الأطراف المتفقة عليها جميل لكي تكون جزء من الاتفاق السياسي النهائي المرتقب وليس في الوارد خلال الفترة القادمة أو الأيئام القادمة أن تجتمع في قوى الحرية تغيير المجلس المركزي مع قوى الحرية تغيير الكتلة الديمقراطية في القاهرة ليس هذا واردا سيد خالد لا ليس واردا إطلاقا هناك سؤال وصلني عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك تحديدا وهو الحقيقة كلام ذكر البرهان بالفعل البرهان حذر بالأمس المدنيين من الابتعاد عن الجيش وكرر ذلك في حديثه والانشغال وقال له انشغلوا بأحزابكم وتركوا أمر الجيش لقياداته هذا يتنافى مع فكرة أن سيكون هناك دور للمدنيين في إصلاح المؤسسة العسكرية أثناء المرحلة الانتقالية ليس هذا صحيحا نحن نتحدث عن الواقع هناك اتفاق طاري موقع بين القوى المدنية والمؤسسة العسكرية هذا الاتفاق وضع أسس حقيقية لكيفية الوصول لجيش واحد مهني وقومي وعلى أسس صحيحة هذا الاتفاق ليس انتصارا للمدنيين على العسكريين ولا انتصار للعسكريين على المدنيين هو انتصار للوطن أولا هذا الاتفاق هو في مصلحة المؤسسة العسكرية أيضا لأن هذه المؤسسة تضررت من الانخراط الكثيف في السياسة وبالتالي القادة العسكريين الذين وقعوا هذا الاتفاق حقيقة اتخذوا قرارات مهمة لمصلحة هذه المؤسسة العسكرية بخروج من السياسة وهم وضعوا أسس أيضا مع رفاقهم المدنيين ان هذه القضية هي قضية تخص المدنيين والعسكريين بكل تأكيد لأنها قضية وطنية ونحن نرى قضية الجيش الواحد هي قضية وطنية هي ليست قضية فنية تخص طرف دون الأطراف هي قضية وطنية وهي القضية الوطنية رقم واحد الآن في السودان انه كيف تكون فيه عملية بتاعتصلاح أمني وعسكري حقيقي بيأدي لأنه يكون في جيش واحد مهني وقومي ومحترف ويخرج من السياسة كليا ويطلع بمهامه الدستورية والقالونية وعليه كما ذكرت هذه القضية هي مثال نقاش الآن في المرحلة الثانية أمر تنفيذ هذه الإصلاحات بكل تأكيد هو أمر سيتم الاتفاق عليه ضمن حزمة المشروع الإصلاح المتفق عليه وأكيد هناك إصلاحات تنفذ بواسطة المؤسسة العسكرية وهناك دور ما للمدنيين في هذه العملية على طول الطريق نذهب إلى نقطة أخرى متعلقة بيئة القادم أو على الأقل قبل القادم نختم بيئة المستقبل والقادم دعنا نذهب إلى المجتمع الدولي كان لكم اجتماع بالأمس سيد خالد مع بعض السفراء وبعض الأجهزة الدبلوماسية في السودان الفرق الدبلوماسية في السودان باختصار بماذا خرجتم من هذا الاجتماع هذا الاجتماع هو غرضه بالأساس تنوير السلك الدبلوماسي في الخرطوم حول العملية السياسية الجارية ما تم وما هو مرتقب وحشد الدعم الدولي لما تبقى من عملية سواء كان الدعم الفني أو اللوجيستي أو المادي أيضا نحن ننظر بعيننا إلى استئناف الانتقال إذا ما استؤنف الانتقال هناك دور مأمول للمجتمع الدولي في دعم الحكومة الانتقالية القادمة في فك العقوبات عن السودان في استئناف برامج الدعم الدول التي توقفت عقب انقلاب 25 أكتوبر وبكل تأكيد هذا الأمر يحتاج تواصل مستمر منذ وقت مبكر مجتمع الدولي والإقليمي الداعم للاتفاق الإطاري هو شريك في هذه العملية وهو مساند رئيسي لهذه العملية وعليه هذا الاجتماع أتى في هذا الإطار وهو منظم بشورة مشتركة بيننا نحن في القوى الموقعة للاتفاق الإطاري وبين العالية الثلاثية من أجل الحشد الدعم للعملية السياسية وما يليها يعني هل هناك عود محددة وصريحة بعودة الدعم الدولي ما بين قوسين الاقتصادي والمالي للسودان حال تشكيل حكومة سودانية وفقا أو بناء على الاتفاق الإطاري أو العملية السياسية الحالية أم لا نعم هناك التزامات واضحة باستئناف التعاون الدولي مع السودان مجالات عديدة وشتى ورفع العقوبات وما توقف من برامج التعاون دولي مع السودان بمجرد استرداد المسار المدني الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية تعبر عن أوسع قطاع ممكن من السودانيين وهو ما يمكن الوصول إليه حال الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي مبني على العملية التي افترعها الاتفاق الإطاري موقع في 5 ديسمبر دعنا نعود سريعا لأسئلة المشاهدين السؤال يقول هل التقيتم بالمكون العسكري أمس حول كيفية هيكلة القوات المسلحة؟ ما مدى صحة الخبر؟ اللقاءات مع المكون العسكري اللقاءات مستمرة غير متوقفة بكل تأكيد لأنه الآن نحن نعمل من أجل الوصول إلى الاتفاق النهاي وهناك قضايا كثيرة تحتاج للنقاش ونناقشها في أطر عديدة من أجل الإسراع الخطى للوصول إلى اتفاق نهاي من توصيات مؤتمر خارطة الطريق المتعلقة بتفكيك نظام الثلاثين مليون سيكون شرطة ونيابة خاصة بلجنة التفكيك هل هذا الأمر سيكون واقعا على الأرض؟ هل فعلا سيكون هناك شرطة للجنة تفكيك النظام المزمع أن تنشأ ونيابة خاصة بهذا الأمر؟ التوصيات الآن قيد السياغة التوصيات الآن هي قيد السياغة هناك لدينا السياغة خرجت من الورشة المؤتمر هي منعاقدة حتى يومنا هذا تعمل على سياغة التوصيات النهائية وتحويلها إلى نصوص لكي تكون جزء من الاتفاق القادم وإلى خارطة الطريق تستعين بها الحكومة الانتقالية حين تشكيلها من أجل تجيز عملية التفكيك وإلى مقترحات تعديلات في القانون التفكيك الموجودة الآن وبالتالي حتى الآن لا يوجد صياغة نهائية للتوصيات دعني أقرأ لك سؤال آخر ما تبقى لدينا من وقت قصير جدا فنرجو إجابات مختصرة حساب ظهرة الورود قالت قحت كانت في الحكم ماذا فعلت لكم خلال حكمها هل فرشت لكم الطريق ظهور وحققت لكم الرفاهية أين عقولكم من جرب المجرب حاقت به الندامة هذا المعنى بيصار كثيرا أنكم تجربون المجرب وهذه العملية ستفشل برماتها حتى صديق طور بالأمس قال نفس هذا الكلام كيف تردون على مثل هذه الانتقادات بكل تأكيد نجاح العملية أو فشله هو أمر مرتبط بعوامل عديدة نحن لا نملك سوى أن نعمل أقصى جهدنا من أجل إنجاح هذه العملية ونعمل كل ما هو متاح لنا من أجل إنجاح هذا العملية هذا الشعب يستحق أن ترفع المعاناة عنه ويستحق أن يسترد مسار انتقاله من أجل وصول الانتخابات يختار فيها من يحكمه لا أحد يريد تكرار أي تجربة الفاشلة ويقول تأكيد التجربة الفاشلة هي تجربة نظام الجبهة الإسلامية القومية الذي أسقطوا الشعب السوداني عن طريق ثورة شعبية لا عودة إلى هذا الزمان مرة أخرى الآن هناك زمان جديد افترعته ثورة ديسمبر المجيدة القرار فيه للشعب أولا وأخيرا لن تكون هناك ردة لعصور الظلام والاستبداد هناك تطلع نحو المستقبل مستقبل يحكم فيه السودانيين أنفسهم مستقبل يستطيعون فيه أن يقوموا بتجربتهم البشرية وأن يقوموا هذه التجربة وأن لا يتسلط على رأسهم أي متسلط أو مستبد بماذا تردوا؟ حتى هذا المعنى ذكروا لي السيد مبارك الفضل بالأمس أن يصفكم بأنكم ليست لديكم خبرة سياسية والتجربة كانت فاشلة للغاية وبالتالي لن نجد منكم هكذا يقول أي جديد فيما هو قادم تركوا الأمر لمن لديهم خبرة حقيقية في إدارة شؤون البلاد ماذا ترد على مثل هذا الكلام سيد خالد؟ أنا أعتقد أن هذه الخبرة التي يتحدث عنها هي خبرة منبوذة بواسطة الشعب السوداني أسقط الشعب السوداني عن طريق ثورة شعبية ونحن سعيدين بأننا لا نملك هذه الخبرة نحن نملك خبرات جديدة مختلفة جزء من هذه الثورة أجندته هي أجندة التغيير أجندته هي أجندة المستقبل لا العودة إلى ماضي لفظ الشعب السوداني ولن يسمح له بالعودة مرة أخرى اختطاف السودان لصالح أجندات غربية وخلع السودان من دينه من الإسلام وتحويله إلى دولة علمانية هذا ما يقال ضدكم الآن في السودان ويقولون هذا هو سبب الدعم الدولي لمجموعات صغيرة في السودان أيضا كيف ترد على هذا؟ الحقيقة أيضا أن السودان خرج من عزلة دولية كبيرة تسببت فيها سياسات النظام السابق وتسببت فيها لا لأمر ذو علاقة بالدين إطلاقا بل لأمر ذو علاقة بالسياسة أولا وأخيرا السياسة التوسعية التدخلية للنظام السابق التي دعمت غلقلة الإثارة القلاقل في الإقليم وفي العالم واحتضنت مجموعات لديها صراعات في مراطق عديدة في العالم هذا هو سبب عزلة السودان والسبب إسهامنا في إخراج السودان من عزلته هو السياسة أيضا السياسة التي تنظر لخضايا الداخل على النهى الأولوية السياسة التي تنظر لأن التكامل مع المجتمع الدولي هو أمر مهم لمصلحة المصالح العلية للسودانيين لمصلحة توظيف هذا الدعم من أجل إصلاح الاقتصاد ومن أجل تبناء الدولة ومن أجل تطويرها وتحديثها من أجل أيضا أن تقوم العلاقة مع العالم على التبادل المصالح والمنافع ليس على أي إيديولوجيات مغلقة وهذا هو الأساس وبالتالي إذا كان هناك من حماس دولي من أجل دعم هذه العملية السياسية التي تسترد مسار الانتقال الديمقراطي هذا بسبب أن مسار الانتقال الديمقراطي هو الذي سيجعل السودان في علاقة تكاملية تصالحية مع العالم ويقطع الطريق أمام العودة إلى عصور الظلام التي كان فيها السودان هو عبارة عن حاضنة لمشروعات عداء للعالم أنا خلصت لكن عنا سؤال سريع جابب نعم أو لا خالد عمر يوسف من الممكن أن يكون وزيرا مرة أخرى أو في منصب سيادي خلال المرحلة الانتقالية أم لا أنا أعتقد بأنه يعني إذا كان الإجابة الآن أنا أقول لك لا أنا لا أرغب إطلاقا في العودة إلى أي منصب وزاري وأرغب أن أعمل في حزبي وفي تحالفي من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية ومن أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكم يعني إذا كان هذا الأمر هو عن شخصي ولكن إذا كان الأمر عن عايير الاختيار للحكومة القادمة عايير الاختيار للحكومة القادمة يجب أن تقوم على اختيار أشخاص دوي التزام بالثورة أشخاص دوي التزام بالتحول الديمقراطي أشخاص دوي وعي سياسي كافي أشخاص مستعدين للقتال من أجل التحول الديمقراطي ومدركين للمهمة السياسية المعقدة للانتقال وهؤلاء الأشخاص تجدهم في القوى السياسية كما تجدهم خارج القوى السياسية وعليه فإن الأساس الذي يجب أن ينهض عليه الاختيار هو الكفاءة والالتزام بالتحول الديمقراطي والاستعداد للقتال إليه وليس أي معيار آخر يعني على آية حال أنا أشكرك لكن إجابتك الأخيرة تحتمل أوجه عدة كما يقولون وإن شاء الله يكون لدينا لقاء آخر معك سيد خلد عمر أناطق باسم العمليات السياسية في السودان وزير شؤون مجلس الوزراء السودانية السابق كنت معي عبر الأقمار لصناعية من الخرطوم المسايا مستمر وبعض الفاصل تلتقيكم الزميل الحياة اليماني وباقي فقراتنا وفيها اختتام وعمل اللجنة العسكرية المشاركة 5 زاية 5 في سرط الليبية برعاية أممية وبالتأكيد على توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانبين البلاد ابقوا معنا